صحة المجتمع من صحة الأسرة وطب العائلة متشاعب وله عدة مفاهيم الرعاية الصحية الأولية مهام طبيب العائلة هل تتوقف عند العلاج فقط لرعاية الأولية مفاهيم معنا الدكتورة ابتسام البستكي نرحب بك دكتورة ابتسام هل أصبحت هناك عناصر مستحدة لمهام طبيب العائلة طبيب الأسرة ليس أن دوره يكون بس خدمات علاجية أو يعالج المرضى بالعكس له دور أكثر في المجتمع والأسرة ونحن نعرف أن مجتمعنا يعتبر مرض القلب والسكري المرض الأساسي في دولتنا وفي منطقتنا وبالتالي دور طبيب الأسرة في نشر البرامج التوعوية والتعزيزية مهم جدا لتقليل من النسبة السكري والأمراض المزمنة تفعيل دور طبيب الأسرة في المجتمع يعول عليه خاصة في مواجهة أمراض كالسكري وضغط الدم والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة طبعا أولا طب العائلة يعتني بجميع الأمراض يعتني بالمريض ككل من ناحية ككل على صعيد النفسي على صعيد الاجتماعي على صعيد المرض نفسه أكثر شيء نقابله في الحياة اليومية في الممارسة الطبية اليومية للطبيب الأسرة المرض السمنة، مرض السكر، الربو، الضغط، الاعتلال وزيادة نسبة الجهوم في الدم تعزيز مفاهيم طب الأسرة والترويج للبرامج الوقائية والعلاجية بالإضافة إلى نقل البرامج الصحية بطريقة مثلة إلى المجتمع كانت المحورة الأساسية في هذا المؤتمر الذي حضره استشاريو طب العائلة في المنطقة العربية طب الأسرة تخصص مهم جداً للسيطرة على صحة المجتمع لا يمكن الوصول للهدف هو المجتمع الصحي من غير وجود هذا التخصص دور متنام لطبيب الأسرة أو صديقها كما يحل للبعض تسميته فهو الذي يقف في خط الدفاع الأول ضد المرض عبر الفحص المبكر والسيطرة على الأمراض المزمنة بالنصائح والوقاية حفظاً لصحة المجتمع بأكمله مصطفى سكحالي اليوم على الحرة دبي وللمزيد حول هذا الموضوع مشاهدين أرحب بضيفاتنا في الستوديو الدكتورة هبة وليد كاشمولة خصائية طب الأسرة بمستشفى زوليخة بالشارقة أهلاً وسهلاً من أنت بك معنا دكتورة هبة أهلاً وسهلاً في البداية يعني طبعاً يعني نود أن نعرف أكثر منك عن طب الأسرة ما هو الطب الأسرة وما هو الدور الذي يقوم به طبيب الأسرة في مواجهة أبرز الأمراض شيوعاً في المجتمع طب الأسرة هو الطب الذي يهتم بالرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة من أكبرها لأصغرها حيث يقوم بتقديم الرعاية الصحية بشكل متواصل وشمولي ودائم فيهتم بالرعاية الصحية الأولية لجميع الأمراض اللي يعاني منها الشخص بالإضافة ليهتم أيضاً بالرعاية الصحية الشمولية للمرض وأيضاً يهتم بالرعاية الصحية الوقائية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع حيث ليس فقط يهتم بالناحية الصحية بينما يهتم أيضاً بالناحية النفسية والاجتماعية للمريض وأبرز الأمراض اللي يهتم بها طب الأسرة جميع الأمراض يعاني منها الشخص منها الأمراض الأكثر شيوعاً التهابات الرئى، التهابات الجهاز التنفسي، نزلات البرد والأمراض المزمنة، الضغط، السكر، الدهون، الربو جميع الأمراض يعاني منها الشخص يمكن أن يتم علاجها من قبل طبيب الأسرة حيث لديه القدرة على التشخيص الدقيق والعلاج لكافة الأمراض طيب يعني ذكرتي أحد الأمراض المزمنة مرض السكري بأهمية تواصل طبيب الأسرة مع المحيط الأسري لمريض السكري على سبيل المثال أن مرض السكر هو مرض مزمن ومرض يهتم به الأطباء كثيراً لأنه له تأثيراته الكبيرة على القلب وعلى الجسم وأن مريض السكر ليس فقط أنه الاهتمام من ناحية وصف العلاج ولكنه الأهمية الكبرى يجب أيضاً إعطاء الهمية للأسرة والفرز كيفية التعامل مع مريض السكر ما هي الأعراض التي مثلاً تنشب عنده عند انخفاض السكر في الدم أو ارتفاعه ما هو أنواع الأكل الذي يجب أن يتناولها فكثيراً من الأطعمة التي يعيد بعض الناس ما يتمكنون من معرفة أن لها تأثير مباشرة على مرض السكر مثلاً النشويات فكثير مرض يجهل يستصور أنه فقط السكريات هي التأثير على ارتفاع السكر في الدم كذلك أيضاً الرياضة كيفية التعامل معه باهتمام بالناحية الغذاء بالناحية ممارسة الرياضة الالتزام بالأجوية كذلك بالنسبة للأسرة إذا كان مثلاً شخص عنده مريض سكر كالأب أو الأم أيضاً اهتمام بالأطفال توجيه النصائح حتى لا يكون عرضة لمرض السكر في المستقبل طيب بالنسبة لموضوع النصائح يعني أعتقد أن هناك بعض الأسئلة من الأفضل أن يسأل فيها طبيب الأسرة بالتحديد يعني مثلاً نصيحة طبية للتعامل الفوري مع العوارض الصحية التي قد تطرأ مثلاً كالأزمات القلبية ماذا يحدث في هذا الوقت؟ ماذا يفعل الشخص يعني؟ المحيط طبعاً بالمرض أي طبعاً بالنسبة للأزمات القلبية طبعاً هي شائعة وعد كثير من الناس الآن تحدث يجب التعامل معها بشكل صحيح مثلاً نجد أن بعض الأشخاص تجاهلون مثلاً أوجاع الصدر الذي تنشب عنده أو مثلاً ضيق النفس أو أي أوجاع ثانية مثلاً عند مرضى السكر بعض الأحيان تكون خاصة بأمراض القلب ولكنها بعيدة عن أوجاع الصدر مثلاً أوجاع المعدة تقيئ مع أوجاع المعدة فيجب عليهم مباشرة الحضور على المستشفى وعدم أخذ العلاج من البيت وكذلك الاهتمام أن طبيب الأسرة أيضاً يمكن تلافي أزمات مثلاً بعض الأحيان يأتي المريض لأسباب ثانية مثلاً علاج الضغط ومن خلال أخذ السيرة المرضية له نكتشف أنه يعاني من أمراض قلبية وبالفعل حدثت مع بعض المرضى أنه كمراجعة عامة ممكن جاء ولكنه بالتالي أدى إلى كشف أنه عنده أمراض في القلب وتم حدوث قصرة في ثاني يوم طيب بالنسبة للاستخدام العشوائي للأدوية الذي يحدث في كثير من الأحيان كيف يمكن أن يساهم طبيب الأسرة في التعامل الرشيد مع العقاقير والأدوية بالتحديد؟ بصراحة طبيب الأسرة هو طبيب ملم بجميع الأمراض وجميع الأدوية وبجميع التفرعات فمثلا له إلمام كامل بالنسبة للمرضى الذين يتناولون مثلا أمراض السكر أو الضغط حيث هناك كثير من الأدوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهذا ما يحدث مثلا إذا المريض يأخذ أدوية بدون نصائح الطبيب مسكنات للآلام فبعض هذه الأدوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالفعل بعض المرضى يأتون ويعانون ارتفاع مفاجئ من ضغط الدم ونلاحظ أنه تم أخذ بعض الأدوية بدون نصائح الطبيب وعدم معرفة تأثيراتها وكذلك بالنسبة مثلا الحوامل فكثير من الأدوية ممكن تأثر على مرأة الحامل أو المرضى فطبيب الأسرة عنده إلمام كامل بالنسبة لتأثيرات الأدوية والأمراض اللي يعاني بها الشخص إذن التعامل مع طبيب الأسرة شيء ضروري وأساسي يعني في أي أسرة أساسي طبعا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في الستوديو الدكتور رهيبة وليد كشمولة خصائية طبع الأسرة بمستشفى زوليخة بالشارقة شكرا جزيلا شكرا